السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي طلباته اولياء امور صف ثاني الاعدادي. اه هنكمل شرح دروس الوحدة الاولى اللي هي بعنوان كامنج هوم. هنشرح الدرس التالت والدرس الرابع. ولكن بنذكركم ان انا بنقرأ وبنشرح من كتاب الايه? المعاصر. يلا بينا نشوف. احنا بـ 36 صفحة 36 الدرس التالت والرابع زي ما احنا عارفين احنا بنبدأ بالفوكابلري اللي هي الكلمة. هناخد الكي فوكابلري اللي هي المفردات الرئيسية. اتراكتيف اتراكتيف اللي هي جذاب اوفاتن. اتراكتيف. لارب. لارج. لارج. كبير الحد. تارابل. تارابل. مفزح. بور. بور. فقير. ريلوي لاين. ريلوي لاين. خط سكة حديدية. ريزون. ريزون. سجل. روفايل. ملف شخصي. فيد. فيد. يطعم. شير. شير. يشارك. تاب. تاب. صنبور المياه. تيبكال. تيبكال. نمطي او نموزاقي. فيلج. فيلج. كرية. بيت. تارتيف سيفن. صفحة سبعة وثلاثين. ارتكل. ارتكل. مقالة. تيكست ميسج. تيكست ميسج. رسالة نصية. ريساش. ريساش. بحث علمي. كلير. كلير. واضح. بيكنيك. بيكنيك. نزهة خلوية. ووتر ميلان. ووتر ميلان. بطيخ. نايف. الكيه هنا صايلان. تكتب ولا تنطب. نايف. نايف. سكين. سجست. 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 يقترح. كاري. كاري. يحمل. لايف. لايف. جمعها لايفز. لايفز. زي ما احنا قلنا. عند جمع الاسم اللي بينتهي بالف اي. بنحذف الف اي. ونضع في اي اي اش. لايفز. حياة وحيوات. جاردين. جاردين. حديقة خاصة. جوتز. جوتز. ما يعز. بورو. بورو. يستعير او يستلب. انكلود. انكلود. يشمل او يتضمن على. اللي سن فور. ادفنشارز. ادفنشارز. وغامرات. ترين. ترين. يتضرب او كطار. توجيذر. توجيذر. معان. موف. موف. ينتقل او ينقل. تشينج. تشينج. يتغير او يغير او معناها كمنتهي. بيجنينج. بيجنينج. بداية. ترافل. ترافل. يسافر. رود. رود. طريق. اندينج. اندينج. نهاية. تسكرايم. تسكرايم. يصف. تعاني شوف اللي هي. اللي هي تصريفات الافعالة الغير منتظمة. فعليينو. الكيه هنا برضو. سايلا. يعني يعرف. نو نيون نون. نو نيون نون. نو نيون نون. ينسى. فرجيت. فرجوت. فرجوتن. يحضر طيب الكلمة وعكسها طيب هنا الكلمة والميننج بتاعها اللي هو المعنى والأبزت اللي هو العكس الكلمة والميننج اللي هو المعنى والأبزت طيب كلمة معناها جذاب تسوي كلمة جميل عكسها قبيح اللي هي كبير الحج معناها عكسها صغير قريب معناها قريب بردو عكسها فار فروم بعيد عن اوتسايد معناها خارج معناها اوتدور اوتدور عكسها انسايد داخل ترابل ترابل فضيع معناها باد باد عكسها جود جود اللي هي جيت هناخد بعض الديفنيشانز اللي هي بعض التعريفات احنا ببيت ثارتي ايت تمانية وثلاثين هناخد كلمة بريزون اللي هي معناها سجن السجن ده مكان الناس بتزعب اليه لما بتعفعل شيء خطأ او سيء خط سكة حديدية اللي هو الطريق الحديدي او المعدن اللي القطار بيسافر عليه اللي هو الخط يعني بور فقير معناها الناس اللي هي ممعاش نقود كافية او ليس لديه المال الكافي ان هو يعيش جيدا ده اسمه فقير هو طبعا شيء جميل بتنظر اليه او رائع معناها كبير الحرب مفزع سيء جدا طبعا ان انت تعطي طبعا طعام لشخص او مجموعة او الحيوان لمعناها يطعم تاب سنبور شيء بتفتحه تيرن او معناه يفتح او اوف تيرن اوف يعني يغلق يعني تحصل على المياه هناخد جنرال نوت سنبور هناخد بعض الملاحظات العامة اللي احنا ممكن نقابلها في قطعة الريدنج او قطعة الليسنينج اول حاجة فعل فرجت فرجت معناها ينسى ولكن فرجت ممكن يجي وراه طو الفعل في المصدر او فرجت زاد الفيرب زاد ال i n g طيب ايه الفرق ما بينهم طيب طو الفعل في المصدر معناها ينسى ان يفعل شيء يعني معناها ان هو ما فعلهوش يعني الفعل لم يحدث حسن فرجت تبرينج تفوت فروم ثابكنيك فور ثابكنيك حسن نسى ان يحضر الطعام للنزع معناها ان هو ما عملش الحاجة دي طيب فرجت زاد فرجت ينسى انه فعل الشيء معناها ان الفعل حدث يعني حسن فرجت برينج تفوت فور تبيكنيك معناها حسن نسى احضار ايه الطعام معناها ان هو جابه ونسى ان هو جايبه لكن فرجت معناها ان هو ما جابهوش ايه خاص طيب سجست فرجت بمعناها يقترح وطبعا بيجي وراها الفيرب زاد اي اني جي او ذات زاد الفاعل زاد الفعل فين في المصدر طيب لما بيجي وراها الفيرب اي ان جي معناها يقترح اي سجست جاينج تو ذا بيتش انا اقترح الذهاب الى الشاطئ طيب معناها يقترح ان سجست ذات زاد الفاعل زاد الفعل فين في المصدر خدوا بنا يا جماعة من الفاعل في المصدر اي سجست ذات أنا أقترح أن هي تذهب إلى الشاطئ طيب طبعاً إحنا أخذناهم قبل كده ولكن نقولهم تاني طبعاً فرنسا وإيطاليا هي دول أوروبية أما معناها الريف أنا أحفظ الحياة في الريف في المدينة على الحياة في الريف بعد كده هنشوف الفرق بين وطبعاً تستخدم بمعنى صغير السن والحج وطبعاً هنا تستخدم كأجيفت في صفة وطبعاً هنا طبعاً أما كنت صغير كنت بعيش في أمريكا طبعاً أنا شفت بنت صغيرة جي بعدها اسم هي هنا صفة جي بعدها اسم طيب إبه هنا في المثال الأول أو في الاستخدام الأول استخدمت بمعنى صغير السن وجي بعدها اسم طيب في المثال أو في المعنى التاني هي برضو صفة ولكن بمعنى قليل ويأتي بعدها اسم لا يعد هي لديها لبن قليل في الزجاجة بتاعتها يبه في الأول ممكن نستخدمها بمعنى صغير السن ويجي بعدها اسم ممكن تستخدم طبعاً بمعنى قليل ويجي بعدها اسم مفرد لا يعد طيب بعد كده في عندنا كده بنلاقي مصطلح كده يجي رقم وبعد كلمة وبعد صفة وطبعاً احنا هنا بنلاقي الكلمة جات بين شرطتين إذا كانت الكلمة لو جات الكلمة بين شرطتين حتى لو الرقم اللي معاها جمع الكلمة دي لا تجمع لأن هي هنا بتستخدم كصفة والصفة ايه لا تجمع لا أقول 6 years old ما أقولش 6 years old عشان سؤال الاختيار ممكن أو سؤال التصحيح ممكن يجيب لك years غلط هي year old طيب هذه الصفة المركبة تستخدم كصفة قبل الاسم بمعنى زا أو زاة my 6 year old cousin ابن عمي زاة الست سنوات year هنا أو تجمعوها يا جامعة is here and he wants to play a game with me وطبعاً هو هنا وعايز يلعب ألعب إيه معي ناخد مع بعض important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر المهمة تعال نقرأ كده مع بعض at the beginning of at the beginning of at the end of at the end of at last take away from take away from careful with ask for ask for move from to move from to around the world around the world fall of fall of in many ways in many ways share with share with share with find out about find out about بعد ما قررنا مع بعض الكلمات والتعبيرات وحروف الجر المختلفة تعال نشوف listening و reading على الدرس الثالث والدرس الرابط تعالوا بينا نشوف الأول reading on lesson 3 lesson 3 student book page 6 طبعاً على الدرس الثالث كتاب المدرسة student book صفحة 6 lives راونت زاور الليد معناها حيوات حول العالم يعني ايه حنشوف حياة كل واحد حول العالم احنا ببيج 39 احنا في صفحة 39 تعالوا بننشوف ايه طبعاً اللي هي كل واحد هيحكي حياته حول العالم تعال نشوف الشخصية بقولك ايه tell us about your life اخبرنا عن شخصياتك what are your hobbies and interests اقول لنا ايه ما هي هواياتك واهتماماتك what is the typical day in your life ايه اليوم النموذجي في حياتك what job do you want to do one day ما هي الوظيفة التي تريد ان تفعلها او تؤديها في يوم من الايام احنا ببيج 40 بصفحة 40 ما تنسوش ان احنا بنشرح من كتاب المعاصر طيب تعال شوف بقى الشخصية بتاعتنا دي بتقولي my name is shahana انا اسمي shahana i am from india انا من الهند i live in a village with my parents my brother and my sister انا بعيش في قرية مع والدي واخوية واختي i share a room with my sister انا بشارك حجرة مع اختي يعني هما الاتنين بتشاركوا فيها يعني ايه بيناموا فيها وهما بتشاركوا فيها هما الاتنين we all get up early احنا كلنا بنستايكز مبكرة there is an outside tab at the end of the street where we live في طبعا صنبور او حنفية خارجية في نهاية الشارع اللي احنا بنعيش في my mom gets water from the tab every morning ماما طبعا بتحضر المياه من الحنفية او الصنبور ده كل صباح then we all have breakfast بعد كده كلنا بنتناول الاخطار we have bread with a cup of tea احنا بنتناول خبس مع كوب من الشاي my dad works in a shop بابا بيشتغل في محل i have two jobs to do when i get home from school انا بيكون عندي وظفتين واديهم لما برجع البيت من المدرسة i feed the chickens بيطعم الدجاج then i help my mom make dinner بوساعد امي بعد ذلك بوساعد امي في صنع العشاء after dinner بعد العشاء i do my homework بؤدي الواجب المنزل بتاعي sometimes i help my brother احيانا بوساعد اخويا and sister واختي to do their homework عشان يعملوا الواجب المنزل بتاعهم to ايضا to بتاعتي في نهاية الجملة المسبت then i go to bed وبعد ذلك اذهب الى الفراش احنا مازلنا في page 40 مازلنا في صفحة 4 تعالوا بنا نشوف على الدرس التالت في كتاب المدرسة صات 7 يونس بيكلم جدته وفا بيقول لها have you got a watermelon it's on the table هي على المنددة قال لها can i have some please هنا طلب can i have some please ممكن اخد بعض من فضلك بيطلب منها i like watermelon بحب البطيخ قالت له طبعا yes of course نعم بالطبع we need a knife to cut it احنا محتاجين سكينة علشان نقطعها قال لها shall i help you to cut it ده عرض مساعدة shall i help you هل يمكن ان انا اساعدك في تقطعها قالت له thank you يونس شكرا هي يونس but be careful with the knife ولكن كن حذرا من الايه من السكين احنا page 41 41 lesson 3 student book page 7 طيب هنا لو هنا طبعا لو تلاحظوا ده شكل رسالة شكل رسالة هي طبعا صديقنا ده بيبعد بيقول ايه hi amel اهلا امل have you got that game called odd one out هل انت عندك اللعبة اللي هي بتدعى ويسمى odd one او انت يعني استخرج الشيء اللي هو المختلف قالت له no i don't play that game now انا ليس عندي او ما عنديش اللعبة دي الان it's for young children هي لعبة للاطفال الصغيرين قال لها have you got any other children's game هل انت عندك have you بيسأل بهافعه have you got هل انت عندك other children's game هل انت عندك اي لعب اطفال اخرى my six year old cousin is here and he wants to play a game with me ابن عمي طبعا ذو الست سنوات اللي انا لسه شرحها دلوقتي اه هنا طبعا وهو بيريد ان يلعب لعبة معي قالت له yes i have a role play انا عندي لعبة تبادل الاضوار do you remember that game هل تتذكر هذه اللعبة قال لها yes i do ايوة نعم can i borrow it this evening ممكن استعيرها منك هذا المساء بيقول لها my cousin would love it ابن عمي هيحبها قالت له طبعا of course بالطبع shall i play it too ممكن العبها انا كمان ايضا it's better with three people هتكون جيدة افضل او هتكون افضل بثلاث اشخاص and i still enjoy that game وانا ما زلت بستمتع بهذه اللعبة قال لها طبعا of course بالطبع you can come to my house later تستطيع ان انت تيجي لبيت بتاعي فيما بعد ما زلنا ب page 41 on lesson 3 workbook page 74 على الدرس التالت في كتاب الworkbook صفحة 74 علي بيكلم حسن بقول له this is a nice restaurant هذا طبعا مطعم ايه مطعم رائع قال له shall we eat here حسن ممكن ناكل هنا يا حسن قال له yes that's a good idea shall هنا بيستخدم للاقتراح بيقترح عليه بيقول له ممكن هل يمكن ان احنا ناكل هنا قال له yes that's a good idea يبه هو هنا قبل الاقتراح بتاعه لانه قال له a good idea طيب الويتر باع الجرسون بيقول لهم ايه good evening where would you like to sit اين تودوا ان تجلسوا يعني انتوا عايزين تجلسوا فين قال له علي رد قال له can we sit next to the window هل يمكن ان احنا ننجلس بجانب الشباك او النافذة رد الويتر قال له of course ايوا بالطبع what would you like to eat ماذا تودوا ان تأكلوا حسن رد قال له have you got any fish today هل انتوا عندكم اي سمك النهاردة قال له yes we have got fish with rice or fish with potato chips احنا عندنا طبعا سمك ورز او سمك برقائق البطاطس او شرقح البطاطس المقلية قال له we would like fish with rice please احنا عايزين او نود سمك ورز من فضلك قال له shall i bring you بيقترح عليهم تاني shall i bring you some motor هل ممكن اجيب لكم بعض او احضر لكم بعض المياه فارد حسن قال له thank you احنا في page 42 صفحة اتنين واربعين on lesson 4 الدرس الرابع student book page 8 كتاب المدرسة صوت 8 the railway children by e nasped طبعا اه طبعا ده اطفال السكة الحديدية طبعا تعالوا نشوفي عن ايه ده طبعا قطعة او 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 درس عن بيحكي قصة طبعا ويه القصة دي اسمها the railway children اطفال السكة الايه الحديدية تعالوا بنشوف ايه التصلي بيقولك it's the 19th طب كان القرن التسعتاشر روبرتا her younger brother Peter and their little sister Feliz live with their parents in London طبعا روبرتا واخوها طبعا الصغير بيتر واختهم الصغيرة Feliz طبعا بيعيشوا طبعا مع والديهم في لند they have a big attractive home with a large garden طبعا هم عندهم طبعا منزل جذاب وكبير with a large garden بيه طبعا حديقة كبيرة احنا قلنا with هنا بتستخدم معناها ذو one terrible day طبعا ذاتا يوم فضيع two men take their father away from home طبعا رجلين بيأخذوا ابوهم بعيدا عن المنزل the children don't know where he is going or why والاطفال طبعا ما بيعرفوش هو رايح فين وإيه السبب اللي هم واخدينه علشان the children move from the city with their mother to a small house near a railway line الأطفال طبعا بينتقلوا إلى المدينة مع والدتهم طبعا إلى منزل صغير بالقرب من خط السكة الحديد the family are poor الأسرة طبعا أصبحت فقيرة and life is very different from for them والحياة أصبحت مختلفة بالنسبة لهم that children have lots of adventures near the railway line الأطفال طبعا بيكون لدي lots of adventures العديد من المغامرات بالقرب من خط السبتة الحديد لذلك سموا the railway children a kind of old man طيب بقول إيه شخص عطوف a kind of old man شخص عطوف طبعا عجوز who travels to on a train everyday اللي كان بيسافر في الكطار كل يوم become their friend أصبح إيه صديقهم لو تلاحظون بنستخدم كل القصة بيستخدم فيها present sample اللي هو زمن المضارح البسيط لأنه بيحكي بقى حاجة كأنها لسه بتحصل طيب the old man helps the family in many ways والرجل العجوز طبعا بيساعد الأسرة في طرق عديدة he helps their father too وهو طبعا بيساعد والدهم too بمعنى أيضا بتأتي في نهاية الجملة المثبتة للإضافة because their father is in prison for something he did not do طبعا لأن والدهم فيه السجل لشيء هو إيه لم يفعله في النهاية their father comes home باباهم بيرجع البيت and family السوهبتو بيتو جزر أجين أطلس والأسرة طبعا بتبقى فرحانة تاني إن هي ايه اتجمعت مع بعض مرة ايه مرة أخرى وبكده نكون خلصنا شرح الدرس الثالث والرابع إن شاء الله في الفيديو القادم نتمل شرح الدرس الخامس والسادس لاسك تعملونا لايك للفيديو واللي لسه مش مشترك ياريت يشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته